صحيح أن الإصدار تأخر شوي بعد ما كان من المقرر صدور النسخة 39 من فيدورا من أكتر من أسبوعين بس الآن أصبح متاح للتحميل والتثبيت والاستمتاع بكل التغييرات اللي كعادة كل إصدار جديد من فيدورا بيكون فحواها تحديثات على الواجهة الرسومية والتحديثات Under the Hood فبحالد فيدورا ووركستيشن فالتحديث الأكبر هو اعتماد الإصدار الأخير 45 من جنوم بكل التحسينات والإضافات الجديدة اللي بتجي معه فهي التغييرات تشمل عدد من التحسينات الطفيفة اللي بتهدف لجعل تجربة استخدام جنوم أكتر عصرية وبساطة مع الحفاظ على الميزة الأهم بجنوم ألا وهي سهولة الاستخدام فبالإصدار الجديد من جنوم تم الاستغناء عن زر Activities المتواجد بالزاوية اليسرى العليا من الإصدارات الأقدم والاستعاضة عنه بمؤشر ديناميكي على شكل نقط بيدل على الوركسبيس النشط حالياً مع خط أعرض من باقي نقط الوركسبيس الثانية مع إمكانية الانتقال من ووركسبيس لوركسبيس ثاني إما عن طريق الضغط على هالزر وبعدين تغيير الوركسبيس أو عن طريق تحريك عجلة الماوس أثناء وجودنا فوق الزر مباشرةً أما فيما يخص تطبيقات الكور اللي بتجي مثبتة بشكل مسبق مع جنوم 45 وليس في دورة فأحد التغييرات اللي بتم ملاحظتها بشكل مباشر هو تغيير ارتفاع البانيل اليسرى أو اللوحة اليسرى لتصبح بارتفاع كامل نافذة البرنامج المفتوح وهالكلام ممكن ملاحظته ببرامج مثل مدير الملفات والإعدادات والتقويم وجهات الاتصال اللي رح نشوف فيها أنه هالبانيل اليسرى ما زالت بلون مختلف عن لون الواجهة الأساسية ولكن الاختلاف رح يكون أنه هالبانيل تشمل كامل ارتفاع النافسة وليس فقط جزء بسيط منها مع الاستغناء الكامل عن التايتل بار العلوي لحتى تكون التجربة سيملس أكتر وعصرية أكتر ومنبقى مع برنامج مدير الملفات اللي الآن عملية الفهرسة والبحث عن المحتويات فيه صارت أسرع بكتير مقارنة بالإصدارات الأقدم من جنوم ونفس الكلام بينطبئ على متشر التطبيقات فعملية البحث عن أي برنامج صارت أسرع بمراحل وأقصد بمراحل عن الإصدارات الأديمة من المتجر وأكيد الناس اللي بتستخدم في دورا من زمن طويل وبتستخدم التيرمينال بشكل كبير فرح يكونوا مبسوطين بالتغيير اللي صغير بس المفيد جدا اللي تمت إضافته ألا وهو يجعل البرومت بصدفة باش بلون أخضر بدل اللون الأبيض اللي كان يخلي قصة التمييز بين البرومت والكومنت الثانية أمر صعب بس من برامج جنوم الأساسية اللي مطوريك في دورا بعد هون مصممين على أنه ما يقوموا بإضافته كبرنامج مسبق التثبيت هو تيرمينال كونسول اللي صدرت مع الإصدار 42 من جنوم كبديل عن التيرمينال التقليدية اللي بتجي مع جنوم بس مكتوبة بجي تي كي 4 بدل جي تي كي 3 والتفسير بوقتها كان أنه الكونسول غير مستقرة وما فيها خيارات كتيرة بس حاليا بشوفها مناسبة للاستخدام اليومي خاصة بعد ما ضم بعد ما تم إضافة إمكانية تغيير الخط المستخدم فيها لكن الخبر الجيد أنه جاري العمل حاليا على تحويل النسخة التقليدية من تيرمينال جنوم لجي تي كي 4 ومن التغييرات اللي تمت بالإصدار 39 واللي ما رح يتم مشاهدتها أو ملاحظتها بالعين المجردة لأنها بتتم على مستوى المستودعات هو التخلي عن مبدأ الموديولاريتي بالمستودعات والسبب أنه عدد محدود جدا من المطورين بعدهم بيعتمدوا هالموديولاريتي أثناء إضافة برامج للمستودعات وطبعا هالإصدار ليس مجرد تغيير على الواجهة الرسومية وإنما بيحمل بطياته تحديث كافة الحزم والمكتبات لآخر إصدار متاح هذا الكلام بيشمل بشكل ضمني نواة محدثة النواة 6 خمسة لغات برمجة بآخر إصدارات سواء كانت بايثون سواء كانت سي سواء كانت هاسكل سواء كانت أي لغة تانية ممكن أنك تكون تستخدمها بحياتك اليومية كمبرمج أو كمطور ولكن للأسف ما زال بيستخدم نفس الأناكوندا إنستولر من الإصدارات الأديمة اللي دارت الكثير من الإشاعات والأخبار أنه رح يتم استبداله بويب يو آي إنستولر جديد بس على ما يبدو أنه لسه بدنا نستنى للإصدار 40 لحتى نشوف هالتغيير بس عملية التثبيت ما زالت مثل ما عودتنا في دورة بغاية البساطة ومجرد 4 أو 5 ضغطات ماوس كافية لتثبيت النظام بالكامل طبعا هاد للتثبيت العادي أما التثبيت على طريقة نوفرة فلا تنسوا تضغطوا زر اللايك على هاد الفيديو وتروحوا تشوفوا الفيديو اللي عملناه عن تثبيت في دورة الاحترافي اللي رح اترك رابطه بسندو الوصف وكمان واحد تاني من التغييرات أو التحديثات اللي تم الحكي عنها بشكل مكسف بس ما ظهر بالإصدار 39 على وهو النسخة الجديدة 5.0 من مدير الحزم DNF وكمان واحد من التغييرات الجديدة بفي دورة 39 هو إزالة تخصيصات كيوتي المخصصة من إصدارات ووركستيشن واستخدام الإعدادات الديفولت اللي بتيجي مع حزم كيوت وهذا الشي بيخلي التجربة مندمجة أكتر مع كل التوزيعات التانية اللي بتستخدم بلازما كستريم لاين أو ستريم لاين بلازما بدون أي كاستمايزيشن أما فيما يخص اللي سبينز اللي عودتنا عليها في دورة للناس اللي بتحب في دورة بس ما بتحب واجهة جنوم فمع الإصدار 39 تم تحديث كافة اللي سبينز سواء مع واجهة بلازما أو XFCE أو باتجي آي 3 سينامون ماتة LXDE والحدث الأبرز والأهم هو إضافة فرد جديد لعائلة الإصدارات المنيعة الاميوتبل من في دورة ألا وهو في دورة أونيكس اللي بتجي مع واجهة باتجي وبتستخدم RBM أو S3 وFLATBAC للحصول على البرامج والتحديثات وطبعا ما فينا نحكي عن في دورة 39 بدون ما نحكي لمحة عما هو قادم بفي دورة 40 اللي تم الإجماع عليه ألا وهو التخلي وبشكل كامل عن استخدام protocol X.org واستخدام ويلاند بشكل حصري بالتزامن مع صدور بلازما 6.0 طبعا هاد الكلام لسه سابق لأوانه الحديث عنه لأن الإصدار 6 من بلازما ما رح نشوفه قبل شهر شباط فبراير من 2024 والإصدار 40 من في دورة ما رح نشوفه قبل نيسان أبريل هاد طبعا إذا ما صار أي تأخير بجدول في دورة مثل ما هي العادة بس رح يكون نقطة نوعية ورح يكون في إلو دور كبير بجعل 2024 هي سنة ويلاند على لينوكس وبأمان الله